خليني بس أقول لحضراتكم أيضا موقف بقية اللاعبين المصابين أو الأخبارهم إيه لأنه الدكتور أحمد أبو عبلا النهاردة تحدث عن موقف كهرباء والسولية من المشاركة في التدريبات قال إن كهرباء اشتكى من إجهاد بسيط في العدر الأمامية أثناء المباراة إلى جانب شكوى من التواقف الكحل لذلك فضل الجهاز الفني راحته وعدم المجاسفة باستمراره أيضا عمر السولية قال أن اللاعب نفذ آخر مراحل البرنامج التأهيل الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد في السمانة إن شاء الله يعود مع الفريق في الفترة القادمة النهاردة أيضا غزل المحلة تعادل مع النادي الإسماعيلي واحد واحد وبقية المباراة سأقولها لحضراتكم حالا برضو خبر مهم جدا البرتغالي ميلو بريرا يقترب من رئاسة لجنة الحكام خلفا لكلاتنبرج يا رب يوصل بالسلامة هدينا مستنين كتير منتخب الشباب عنده بكرة مباراة صعبة جدا ومهمة جدا أمام المنتخب الناجيري كل التوفيق لمنتخب الشباب في مباراة غدا متخب تونس أيضا للشباب يسقط أمام جنبيا بهدف أمام أمم أفريقيا بأمم أفريقيا للشباب في مفاجأة كانت كبيرة جدا وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا انطلاق أكبر مؤتمر ومعرض رياضي سبورتس إكسبو بإفريقيا والشرق الأوسط وتكريم النني وحسن شحاتا وفريال أشرف في معرض سبورتس إكسبو وبعض الرياضيين وبعض النماذج الرياضية المحترمة خلال هذا المعرض الكبير كل التوفيق خلال الفترة القادمة